فرحة العيد مختلفة عن أي فرحة تانية عشان كده كل بلد بيكون لها الطابع الخاص بتاعها في الاحتفال بي في الفيديو ده هنقولكم أغرب عادات وتقاليد كل بلد في عيد الأطحى ليبيا بتكحل عين الخروف باللون الأسود قبل ما يتبحوه والجزائر بتنظم مصرع للخرفان قبل العيد مباشرة أما باكستان بقى فبتزين الخرفان قبل العيد بشهر كامل اليمن هو يوم العيد الأهل اللي بيرقصه بالسلاح الأبيض بالخناجر في الشوارع والبحرين بتحتفل على ساحل البحر وبيردده انشودة الحية به طب تعال اقولك ايه هي الحية بيدي؟ دي عبارة عن حصيرة صغيرة مصنوعة من سعف النخين وبيتم زراعتها بالحبوب زي الأمح والشعير وبعد كده بيعلقوها في البيت لحد ما تكبر وترتفع عشان يرموها في البحر يوم وقفة عرفات التاسع من شهر زي الحجة وفي الوقت ده بيدعوا ربنا ان الحجاج يرجعوا بالسلامة السعودية معروفة بموسم الحج اللي بيحتضن ملايين الحجاج المسلمين من كل أنحاء العالم وبتجتمع الأسرة المصرية في بيت شيخ كبير العيلة طول أيام العيد وبيحضروا الأكل من الكبسة والهربس والحميس والهريس والمركوك في مصر بيجهزوا للعيد أن الصبح مثلاً بتكون صلاة العيد وبعد ما الصلاة بتخلص بيتبحوا الأطحية وفي بعض الأماكن بتحني الخروف قبل العيد بأسبوع والعادة المنتشرة في القرى والمحافظات هي تطليخ الإيد بدم الأطحية بعد ما بيتم دبحها وبعد كده بيتبعوا الكفين على وجهة المنازل أو على السيارة وده دليل يعني أن الأسرة دبحت الأطحية أما المغرب بقى فمن عادتهم أن الأشخاص بتلف بجلد الخروف بعد ما بينظفوا وينشفوا وكل الأطفال بتقعد تتفرج على المنظر وبعدها يروحوا لعيلتهم عشان يتجمعوا ويتصوروا مع بعض وياخدوا العادية لبنان بيهتموا بالزينة والتسوق والرجالة بتروح تصلي في المساجد وبيفضلوا أن هم يتبعوا الكبش على عتبة البيت عشان يتردوا الشرور والنحس وفي منهم بيروح للقبر عشان يترحموا على الأقارب المتوفيين ويقروا ليهم آيات قرآنية قولوا لنا في الكومنتات إيه أغرب عادة بالنسبة لكم ترجمة نانسي قنقر